لما تلاقي لعب موليد 2007 احنا بنتكلم النهاردة 16 سنة 17 سنة بيلعب مباريات بالقوة دي على ملعبه أو على في بلده وفي أجواء يعني كلها فنيات عالية لا بتفرق كتير النهاردة أكيد الجيل ده هنشوف منه لعيب و2 و3 كويسين والحقيقة النهاردة انت لما بتكون لعب ناشئ في نادي الأهلي ده بيديلك كمان أفضلية كبيرة انت بتشارك في مباريات زي دي بتشارك يعني بتاخد خبرات وانت سنك زغير بتؤهلك حتى لو ما كملتش مع نادي الأهلي بتقدر تروح أي مكان وتكمل فيه يمكن كان خبرنا السابق واللي مريم قالته لحضراتكم عندنا خبر كمان يتعلق ب2008 فريق 2008 في كرة القدم برضو ده سن مهم جدا ومحتاجين نلقي عليه الضوء بيلعب في هذه الأثناء مباراة مهمة مع القناة الحقيقة المباراة بتتلعب بالوقتي يعني لو خلصت وإحنا على الهواء أكيد هنقول لحضراتكم النتيجة هتكون إزاي يمكن نادي الأهلي داخل هذه المباراة برصيد 60 نقطة ويسجل 70 هدف ويطلق 26 هدف 2008 يمكن من الفرق اللي بيحط نادي الأهلي عليها الضوء بشكل كبير لأنه سنة أو اثنين أو تلاتة بالكتير وبتدي بتترسم يعني ملامح اللاعب إذا كان يقدر ينضم الفريق الأول أو هيطلع إعارة أو هيستمر بشكل كبير طب من الجهاز الفني لهذا الفريق أو المسؤولين طبعا عن هذا الفريق كابتل محمود بيومي مدير فني ووائل إسماعيل مدرب بساعد ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس وسيد عرفان الإداري ومحمد الجمال محمد الجمال طبيب الفريق الجمال طبيب الفريق وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني وإبراهيم رشاد أخصائي التدليك طبعا مهم جدا نحن نتطمن على نشائنا زي ما قلت لحضراتكم وبتبقى فرصة كويسة جدا في رمضان المبراتي ممكن تبقى متأخرة شوية إن احنا نعرف أخبارهم إزاي ولتمنى لهم أكيد كل التوفيق خلينا نشيط بقى كرة القدم شوية مريم ونروح لكرة اليد طبعا نروح لكرة اليد